اشتركوا في القناة جاء ذلك خلال استقبال جلالة العاهل المفدة في قصر الصافرية هذا اليوم لمعالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة ورحب جلالته بالدكتور العثيمين وهنأه بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي مشيدا بالإنجازات المهمة التي حققتها المنظمة وبالجهود الطيبة التي والي بذلها معالي الأمين العام للارتقاء بآليات عملها وتطوير أدائها وتوثيق التعاون بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والدينية وأكد جلالة الملك المفدى دعم مملكة البحرين ومساندتها وتأييدها للمنظمة والتزامها بمبادئها النبيلة لتواصل دورها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك تحقيقا لأهدافها وخدمة لمصالح دولها الأعضاء وشعوبها الشقيقة كما تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة التعاون الإسلامي إلى جانب بحث عدد من القضايا التي تهم الأمة الإسلامية إلى جانب القضايا الإقليمية من جانبه عرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى دور مملكة البحرين المحوري بقيادة جلالته حفظه الله ومساهماتها الهمة في خدمة القضايا الإسلامية ودعمها الدائم للمنظمة وأنشطتها على مختلف الأصعدة مشيدا بمبادرات البحرين الإنسانية في تعزيز قيم التسامح والاعتدال والوسطية ومد جسور التواصل والتقارب بين أتباع مختلف الأديان والثقفات اشتركوا في القناة